بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن أبدأ في هذا الدرس يجب علينا أن نزيل جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمرين بالكتاب هيا يا أبطال نقوم ببدء هذا الدرس إذن وعنوان هذا الدرس العدد 28 إذن هنا يا أحبايا الطلاب والطالبات عنوان هذا الدرس العدد 28 أحداف هذا الدرس يا أحبايا الطلاب والطالبات أن يكرر الطالب والطالبة العدد 28 خلف المعلم ثانيا أن يميز الطالب والطالبة العدد 28 ثالثا أن يصنف الطالب والطالبة مدلول العدد 28 رابعا أن يرتب الطالب والطالبة العدد من العدد 20 إلى العدد 28 خامسا أن يكتب الطالب والطالبة العدد 28 سادسا أن يستخرج الطالب والطالبة العدد 28 من بين عدة أعداد سابعا أن يحل الطالب والطالبة عنشطة الكتاب الدراسي أحبايا الطلاب والطالبات لدينا هنا قصة هند في الحديقة إذن يا أحبايا يا أبطال سوف نتعرف على قصة هند في الحديقة إذن هنا ذهبت هند مع عائلتها إلى الحديقة إذن هنا ذهبت هند مع عائلتها إلى الحديقة إذن هنا ها هي هند إذن ها هي هند إذن أين ذهبت هند يا أبطال ذهبت مع عائلتها إلى الحديقة إذن هنا هند ذهبت مع عائلتها إلى الحديقة أحسنتم ثم ذهبت هند إلى حقل الأزهار إذن هنا هند قامت بالتوجه إلى حقل الأزهار إذن هنا قامت هند بالتوجه إلى حقل الأزهار ثم قامت هند بقطف مجموعة من الأزهار ثم قامت هند بقطف مجموعة من الأزهار إذن هنا يا أبطال ذهبت هند مع عائلتها وراحت هند أحسنتم ذهبت إلى الحديقة إذن ثم قامت هند بالتوجه إلى حقل الأزهار إذن هنا هند ذهبت إلى حقل الأزهار وقامت بقطف مجموعة من أزهر إذن قامت هند بقطف مجموعة من الأزهار كم عدد الأزهار التي قطفتها هند هيا يا أبطال هيا نقوم بعد هذه الأزهار إذن سوف أقوم الآن بعد الأزهار التي قطفتها هند من الحديقة هيا نقوم بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة عشر ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون اثنى هنا يا أبطال كم عدد هذه الأزهار احسنتم ثمانية وعشرون اثن عدد هذه الأزهار يا أبطال ثمانية وعشرون اثن هنا قامت هند بقطف احسنتم ثمانية وعشرون زهرة هيا يا أبطال لنقوم بعد الأزهار إذن هنا يا أبطال سوف أقوم أنا بعد الأزهار إذن هنا سوف نقوم بعد الأزهار وأن سوف تقوم يا عزيزي الطالب بتكرار هذا العدد إذن وهنا سوف نقوم بتكرار هذه العدد هيا نردد خلف المعلم هذه العدد وهنا ننبه على أولياء الأمور أن يقوم بالانتباه للطالب لكي يقوم بترديد الأرقام أو الأعداد مع المعلم هنا زهرة واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر هيا نردد يا أبطار رددوا معي سبعة عشر ثمانية عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اربعة وعشرون خمسة خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون اذا مجموع هذه الازهار يا أبطال كم مجموع هذه الازهار احسنتم ثمانية وعشرون اذا مجموع هذه الازهار ثمانية وعشرون زهرة احسنتم يا أحباي والآن سوف أقوم بالانتقال إلى الوسيلة التعليمية اذا لدينا هنا قطع العد سوف أقوم بتمثيل قطع العد سوف أقوم بتمثيل قطع سوف أقوم بتمثيل قطع سوف أقوم بتمثيل قطع العد الصفراء مكان الزهور اذا مكان الازهار سوف أقوم بعد هذه القطع الصفراء مكان الازهار اذا لدينا هنا قطعة عد صفراء واحدة اذا سوف أقوم بعد هذه القطع وانت سوف تقوم عزيزي الطالب بتكرار الاعداد اذا هيا نقوم بعد هيا نقوم بالعد سويا يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة ثلاثة عشر أربعة عشر وهنا خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر تسعة عشر عشر واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون وهنا سبعة وعشرون ثمانية وعشر إذن يا أبطال مجموعة هذه الدوائر الصفراء كم مجموعة هذه الدوائر يا أبطال أحسنتم ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون دائرة أحسنتم يا أحبائي وهنا يا أبطال سوف أقوم بترتيب العدد ثمانية وعشرون في خط الأعداد إذن أحبايا الطلاب والطالبات سوف أضع دائرة إذن حول العدد 28 في خط الأعداد إذن سوف أقوم بوضع دائرة حول العدد 28 سوف أضع دائرة حول العدد 28 أحسنتم ها هو العدد 28 إذن ها هو خط الأعداد بشكل متسلسل من العدد 1 وحتى العدد 28 إذن ها هو ترتيب العدد 28 في خط الأعداد إذن ترتيب العدد 28 في خط الأعداد إذن ها هو 28 في خط الأعداد أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات تعرفنا على العدد 28 إذن وهناك رسالة إلى ولي الأمر أن يقوم الطالب بكتابة العدد 28 إذن سوف أقوم بإحضار ورقة وقلم وأقوم بكتابة العدد 28 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا